القرن والمحشي في ملقة الجيلبانة طبق بنين ساهل وفيه الخضراء ونرى كيف يكون الحبة تقعد كما هي بعدما تطيب نأخذ زيت عافية ونفرق يسلط مغارف كبار زيت ونجعله يسخن شوية نقليه بس المقطعه ونضع مغرفة صغيرة فلفل كحل مغرفة صغيرة فلفل حمر والملح نخلط كلش نغطيه ونجعله يتقلى على نار خفيفة بعدما تقلى نزيد حبة طوماتي قطعتها مربعات صغار نزيد سنة التوم نقليه كلش على نار متوسطة نزيد زوج كيسان جيلبانة ونمرق زوج كيسان الماء فيهم مريق الدجاج نحط زوج ورق رند ونخلي لها سوس تغلي شوية ونوجد لها فخص ندير 500 قرام فيونداشي عاود ترحيتها في الغوبو باش بعدما تطيب ما تتشققش من الفوق نزيد شوية حشيش سافر حبة بيت 4 مغرفة صغيرة فلفل كحل مغرفة صغيرة فلفل حمر 4 مغرفة صغيرة سكنجبير شوية ملح وزوج حبات بصل مرحيين نزيدهم بالماء تحم لانه الماء تحمل يجري لها فيونداشي ويخليها طرية وتلسق في الحبات على القرنون بعدما نقيته وحطيته في الماء مع القرس باش يقعد بيد وميك حاج نحطه فوق لها فيونداشي ونعبز مليح عليها نقلب كل حبة ونحطها في البلوندوف ونجوز على كامل ليكوتي نحطهم يطيبوا في المرقة على نار متوسطة كي طيبو نزيد الزيتون كنت غليته في الماء معيون غندلت على القرس وهذا هو الشكل النهائي تاحهم يجو شابين وبسف بنان